طيب الموضوع التالت وده بقى موضوع كورة بجدد أتمنى الناس تركز في الكورة شوية يعني تبعد شوية عن القضايا وتركز في الكورة عشان تعرف الناس إيه اللي بيحصل فيه مجال كورة القطر لو دخلتوا على تويتر هتلاقوا الايفاب مجلس الاتحاد الدولي عامل شيء رائع جدا ومميز جدا في الساعات الأخيرة ابتدى ينشر تعليمات جديدة خاصة بالحالات التحكمية قبل انطلاق كأس العالم في قطر يوم الأحد القادم وأنا مش هتكلم على فكرة المفاهيم ما هو القانون واضح والقانون معروف لكن فكرة أن الاتحاد الدولي مش عايز يسيب أي لعبة للصدفة يعني قدامكم على الصورة دي لعبة الايفاب نشرها مبارح واتكلم على وشرح الحالة وقال القرار يبقى إيه مثلا اللعبة دي عند الراية ركنية لو الكورة عند الراية ركنية والمهاجم بيحضن على الكورة وبيسند على المدافع يعني بيرجع كده اللي بظهره وبيسند على المدافع وبيحاول يحجز على الكورة وهو بيحجز وبيسند على المدافع سقط على الأرض هنا الحكم ممكن يحتسب إيه ما هو بصوا التفاصيل الصغيرة دي حتى الاتحاد الدولي والايفاب مستيبها خدوا بالكم بقى الكلام ده ممكن يكون مرتبط بالدور المصري انت في الدور المصري نفس اللعبة ممكن تلاقي القرار بيختلف فيها فالايفاب عمل ده إيه قبل كسر عالم عشان الاجتهادات وهو برضو في أي مجال لازم تلاقي فيك تهدات لا الايفاب قال لك ايه المهاجم بيحضن على الكورة بس بيسند على المدافع وبيرجع بظهره وممكن يسقط على الأرض هل الحكم يدي رقل الجزاء أو ضرب الجزاء ولا يدي فاول على المهاجم الايفاب حسبها وقال لك هنا فاول على المهاجم ليه؟ لان طريقة رجوع بالكورة او محاولته انه يحجز على المدافع بالشكل ده تحتسب فاول وضرب حرة غير مباشرة على المهاجم حاجة تانية كمان مهمة جدا بتوريكوا بقى الثقافة مين اللي مهتم بالقوانين وبالتعادلات اللي بيعملها الايفاب الايفاب عمل احصائية كانت مفاجأة ليه على المستوى الشخص بصراحة اتكلم على اكتر خمس دول افريقية بتدخل على الاكاونت الرسمي والحساب الرسمي للايفاب من خلال حساباته الرسمية الموجودة على السوشال ميديا عشان تعرف ابرز التعادلات الموجودة في قانون اللعبة المفاجأة ان ولا دولة من شمال افريقيا موجودة في الخمس دول اللي بتعمل دايما سرش او بحث على القوانين الايفاب او تعادلات الايفاب وقضامكم الى السورة انا بالنسبة لي ولا دولة افريقية وطبعا على رأسهم مصر يعني محدش حتى في المجال هنا في مصر بيحاول يدخل ويشوف مين اهم دول او خمس دول افريقية بتشوف هذا الموضوع قضامنا نيجيريا في المركز الاول سينغال غانا كينيا جنوب افريقيا يعني عندنا منتخبين في كاس العالم زي السنغال وغانا دول اكتر منتخبين في افريقيا بيخشوا بيشوفوا من خلال اليوزر بتاع الايفاب ابرز التعادلات وقوانين اللعبة اللي بتحصل في الفترة الاخيرة بشمال افريقيا مفيش ولا دولة مفيش يعني اي حد بيبقى اكثر بحثا عن هذا الموضوع بالتأكيد دي نقطة غريبة جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة